السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بدنا إن شاء الله رح نستكم درسنا في الحصة الماضية ونؤكد على بعض المعلومات المهمة جدا لكن قبلها ونأخذ إجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية والدفاع عن نفس كيف نكون جاهزين ومستعدين لمادتنا وبعدها بإذن الله نأخذ بعض التمارين البسيطة ونحرك فيها العضلات والمفاصل وبعدها نتعرف على درسنا اليوم وأخيرا رح نأخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم بدنا الله ننتقل مع بعضها عن الإجراءات الاستعداد لمادة التربية البدنية عندنا الرقم واحد عشان نكون جاهزين ومستعدين لمدة التربية البدنية الحرص على النوم الكافي ليلا وأيضا ثانيا التغذية الجيدة الصحية دائما نحرص على غذان يكون منوع وإذا صحي من الخضروات والفواكه والبروتينات والدهون الصحية وأيضا ثلاثة شرب كمية كافية من الماء خاصة في فصل الصيف وأيضا أثناء مرس النشاط البدني رابعا لتداء الملابس الرياضية المناسبة خامسا اختيار المكان المناسب والتهية تدائم نختار المكان المناسب وأيضا نهاية لكي نكون جاهزين لإداء الخبرة التعليمية والتمرين والآن ننتقل مع بعض التمرين اليوم تمارين بسيطة بإذن الله نبي من الجميع يكون جاهز وواقف ولابس الزير رياضي المناسب كما ذكرنا قبل شوي واختار المكان المناسب عندنا التمرين الأول المشي بالمكان بسرعة خفيفة وبعدها ننتقل لسرعة متوسطة في المكان الجميع الوقوف الصحيح كما ذكرنا ظهر مستقيم النظر يكون إلى الأمام مع بعض التمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين تمانية تسعة عشر استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر استمر بسرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف يكون بشكل جانبي للأمام والأعلى ورجع القدم إلى الخلف ثم الرجوع إلى المكان ثم القدم الأخرى والرجوع إلى المكان مرة أخرى الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة تسعة أخير عشرة قف ثمانية ثالث وقوف بشكل قيمة مذكرنا والذرعين جانبا وتحريك الأمام بشكل دائري بشكل بشكل بسيط إلى الأمام جميع جاهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة قف ريح مع بعض في المكان بشكل بسيط وقف المكان مع بعض منع أخذ الشيء وزافر ناكد دائما أخذ الشيء يكون عن طريق الأنف ويخراجه عن طريق الفم إلى الخارج مع بعض مرة ثانية تحزين خير تحزين بطال ننتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بذن الله سأتكلم عن الوقوف الصحيح أثناء المشاركة في أنشطة خمسة في البداية سنذكر أنواع المهارات الحركية الأساسية أخذنا ثلاث أنواع من المهارات الحركية الأساسية عندنا رقم واحد المهارات الانتقالية وأيضا اثنين عندنا المهارات الثبات والاتزان وأيضا مهارات المعالجة بذن الله سنركز أكثر اليوم بذن الله أو في السبع القادم بذن الله أو السبع القادمة على المهارات الانتقالية طيب من الأمثل على المهارات الانتقالية عندنا المشي وأيضا الجاري مشابه المشي لكن يكون بسرعة أكبر وأيضا الحجل وأيضا عندنا أربع الوف خامس ندفع أمامكم الصورة الآن دفع غرض أو شيئا ما إلى الجهة المطلوبة وأيضا السحب للحضر الآن سحب غرض إلى أيضا الجهة المطلوبة والآن رح نتعلم مع بعض مصفات الأداء الصحيح للوقوف وهي تشمل مصفات التالية واحد يكون ثقل الجسم بين القدمين موزع عليها بالتساوي لحضر الآن السلمان كنغوف يكون ثقل الجسم موزع على القدم اليمين وأيضا القدم اليسر هذه خطوة الأولى اثنين الرأس مفروع النظر للأمام والذقن للداخل لحضر الآن يكون الرأس باستقامة مع الجذع والنظر دائما يكون إلى الأمام وهي الخطوة الثانية ثالثا كتفان منخفضان مع تقارب اللوحين والذراعين بجانب الجسم دون تصلب مع مواجد الكفين للداخل لحضر الآن الكفين بشكل بسيط وأيضا الزراعين تكون بجانب الجسم وتشير راعة اليد إلى أيش؟ إلى الداخل وهي الخطوة الثالثة رابعا الجذع على امتداده وعمودي على الحوض هذا من أهم النقاط يكون ثم قلنا الظهر يكون عامودي مع الحوض وأيضا متساوي مع الراس بشكل مستقيم بدون انحناه أو ميلان لأحد الاتجاه اليمين أو اليسار خامسا وخيرا الفخذان متلاسقان والركبة مفروضة مع تلاسق القدمين والتحديد المشطين والكعبين بدون تصلبوا بلاحظنا الآن الفخذين يكون بينهم يشت تلاسق وأيضا مثل ما ذكرنا يكون بين المشطين هذه سمع أمشاط وأيضا الكعبين يكون بينهما تلاسق بدون تصلب يعني يكون وقوف بشكل كامل بدون تصلب ويكون فيه ارتخاء في العضلات طيب نبي الآن نبيل الجميع كذا بشكل بسيط يكون واقف وجهة نبيل نطبق مع بعض الوقوف الصحيح نبيل الجميع الآن يكون واقف نبيل الآن نطبق كامل جسم الوقوف الصحيح وكيف نقدر نأديها بطريقة الصحيحة ممتازين أبطالة الآن بما قلنا نحن القدمين نوزع عليهم ثقل بتساوي ما يكون ثقل على قدم واحدة أو قدم الأخرى يكون بالتساوي بالقدمين هذه نقطة جدا مهمة أيضا تكون متقاربة وأيضا في تلاسق بالفخذين وأيضا بالقدمين يكون الظهر هذه نقطة جدا مهمة مستقيم على الحوض وإن الظهر والرأس يكون على استقامة الجذع والنظر يكون إلى الأمام واليدين تكون بجانب الجسم وتشير راحة اليد لي هذه المنطقة إلى داخل الجسم ما تشير إلى الأمام أو حتى إلى الخارج أو حتى إلى الخلف دائما تشير إلى داخل الجسم يكون ظهر مستقيم بدون تصلب ما يكون تصلب بارتخاء يكون مع النظر يكون إلى الأمام مع بعض نديها لمدة خمس ثواني جاهزين مع بعض نقوم في الصحيح مع بعض واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين أبطال هذه نقطة مهمة جدا عشان نتدرب عليها في البيت مرة مرتين لأننا نتقلها بالطريقة الصحيحة عشان نقدر نطبقها في البيت في المدرسة في أي مكان نقدر نوقف بالطريقة الصحيحة مثل ما قلنا أو القدمين تكون في بينهم تباعد بشكل جدا بسيط عشان ريحية أو تكون متقاربة أو تكون بينهم مسافة جدا بسيطة مع الوقوف الصحيحة مثل ما ذكرنا قبل شوي والآن ناخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم صح أو خطأ من خطوات الأداء الصحيح للوقوف الجذع على امتداده وعمودي على الحوض هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة مرة ثانية من خطوات الأداء الصحيحة للمهارتنا اليوم الوقوف الجذع على امتداده وعمودي يعني يكون مستقيم على الحوض هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة ممتازين أبطل لكرنا هذه من أهم النقاط لازم يكون ظهري مستقيم مع الحوض يكون هذه الطريقة الصحيحة للوقوف ومن أحد الخطوات الصحيحة لمهارتنا بكذا يا أصدقائي يسير خلصنا من درسنا اليوم تعلمنا طريقة الوقوف الصحيح إن شاء الجميع طبق معنا واستفاد أعطيكم العافية جميعاً حسن صادكم واسماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر